صف الخامس تحية طيبة اليوم رح يكون عنا متابعة لدرس مساحة المضلع ومساحة الشكل حسب الخطة اللي احنا ماشيين عليها رح يكون عنا حل تمارين ومسائل هلأ ملاحظة للكل أنا بصور الفيديو بصعب أظن أبعث من عندي لكل أهل أني أنا نزلت الفيديو علشان هيك الفيديو اللي بكون فيه واجب زي مثلا اليوم رح أصور صورة وأبعثها على الواتساب للجروب تبع الصف هلأ السؤال أنا حليت سؤال ثلاثة من أسئلة التمارين لأنه سؤال الثنين رح يكون واجب ليوم الثنين يرصد عليه علامات لكل طالب رح يبعث الحل هلأ سؤال ثلاثة بحكيني أنه فيه عندنا نافذة في الشكل المجاور هلأ الشكل كان كالتالي علنا هلأ إحنا المطلوب منا أول شي نحسب المساحة المساحة أنت بتعرف أنه المساحة هي المساحة الداخلية للشكل أنا قسمت النافذة لمستطيلين المستطيل رقم واحد هو المستطيل الصغير والمستطيل الثاني هلأ الملاحظة الأولى أنه دائما لما أنا بدي أحسب مساحة المستطيل بدي أطلع حل الطول معلوم والعرض معلوم المستطير 2 طوله مش مكتوب عليه الكتاب لاحظ مش موجود عندنا الطول اللي له لكن العرض معلوم اللي هو 80 نيجي على المستطير رقم 1 طوله معلوم وعرضه معلوم هذا العرض دائما نعرف انه هذا العرض وهذا طول هلا أنا قسمت لك الحل هلا طبعا رح نحسب المساحة للمستطير رقم 1 لانه الطول معلوم والعرض معلوم الطول 100 العرض 40 صانتي صانتي هلا المساحة 40 صانتي ضرب 100 صانتي ضرب 40 صانتي رح يطلع لنا 4000 سنتيمتر تربيع لا تنسى التربيع يا خامس هاي مشكلتكو دائما هلا مساحة المستطير 2 المشكلة ضايلة لاندي اعرف الطول الطول من ويندي اعرفه وانتبه حاطن لك اشارة هون بالسؤال هايو حاطن لك هاي الاشارة معنى هاي الاشارة رياضيا رح تحتاجها بسؤال رقم 2 هاينا مغطيكو هنت لسؤال رقم 2 انه المساواة انه لهم نفس طول قياس القطعتين هذول اعطاك انه هاي خمسين منطقيا هاي كم دا تكون خمسين بس هو ما اعطاك يا حكالك انه هاي تساوي هاي اذا هاي رح يكون طولها خمسين سانتيمتر فرح يكون عنا خمسين زائد مية اللي هي طول هاي القطعة اللي انا ضللت لك اياها زائد خمسين هلا دا تحكي لي من وين المسجب تلخمسين الخمسين اللي عنا البولى المعلومة زائد خمسين المساواة هايها هاي اللي كان مرسم عندها رسمة المساواة هلا خمسين زائد خمسين مية زائد مية ميتين ميتين اصبح عندي الطول معلوم العرض ثمانين بطلع عنا ستعشر الف اربع تلاف زائد ستعشر الف بطلع عنا عشرين الف سانتيمتر تربية هي مساحة المستطيع النافذة هلا سؤال اثنين يحيكون عنا اياه واجب يتم رصد عليه علامات ليوم الاثنين الساعة واحدة بعد الساعة واحدة بيعتبر انه الواجب غير مقبول اذا واجبنا لحصة يوم الاثنين وحل سؤال اثنين صفحة مية وثلاثة واربعين وبس هذول السؤالين والسؤال اللي احنا حلينا اللي هو كمان سؤال اثنين هي الاسئلة المطلوبة لمساحة المضلع وهيك بتنتهي حصة اليوم يا خامس